يعني اعتقد دول بيكتبوا ورق عرفي بتستند مش لقانون قدم هوا مثلا بيقى في عمدة في شيخ البلد يعني بلد كلها عارفتها قصته ما هو شيخ البلد ده بقى جيه بيقولك انا برضو من اكتر الجمر استفزتني ان في الاعضل عادة العرب اللي عملوها دي قالت لك الشيخ كلهم قعدوا يضعطوا عليه وباباها طب معلش سانية واحدة الشيخ ده مقراش المصحف مرة يعني هو لقب بالشيخ على اي اسم مقراش مش قولك حفظوا مش عزيح حفظوا انا عايزي اتدبروا هو مقراش في القرآن احكام الاسرة يعني مقراش في القرآن يعني نص الاية واضح كده مساكن بمعروف او تسريحهم باحسان هو مكنوش خايفين على انه يخلصوا من البناء ده باي طريقة فبيقولولها طب يا جماعة احنا عزين لبني عشان الناس تفهم ما بني على باطل فهو باطل يعني ايه يعني الناس اللي لسه بتفكر في بعض البلاد والقرى والناس البسيطة انه جواز البنات سترة اه جواز البنات سترة بس عند السن القانوني دي وهي مش مصطورة وهي مش مجوزة انا مش عارفة يعني انا مش عارف يعني انا برضو انا عايزي اعرف اه جواز البنات سترة اوكي يعني ايه بقى فسر من فضلك من فضلك فسر لا تفضحنا وحد يتحك عليها وتكلمه يبقى انت رجل معرفتش تربي كنت اعمل كده ده احنا كنا كده ردود دي ما بالك بقى اخلصنا من قصة الختان الحمد لله رب العالمين لا ده حلقة ثانية لا بقى قلت لك بدأنا نقتنع خلوه عشان ما تفضحناش دلوقتي بقيت لها جوازها عشان نسطرها عشان وعني ببنت حمل ببنت بتبع حملة على ابوها ازا اللي انا قلته في الاول الحياة عبارة عن احكام مسبقة ما حدش عايش اي حاجة دلوقتي كل الناس عايشة فاحكام وخيالات وحاجات هم عاملينها جوه نفسهم حسب ثقافيتهم بقى فهو الراجل ده زي الشيخ البلد زي العمدة زي كل الكلام ده اتربوا على ايه انه البنت يعني تبلغ تتجوز طب انا عايز اقلك الحاجة ليه بقى مش شرط يكون فقير ايوة مش بزيين هو سرف عليها خمس سنين ونص مين ابوها اه ما انا عايز اسأل انا عايز اعرف باباها ده يعني ده تصنيفه ايه في علم النفس انه ليه تنازل عن ان واحد ملوش كلمة مش هو بيدو راجل كلمة يعني عم احنا بتوع القانون واحنا بتوع التعليم واحنا اللي بنقوم البنات لانه في رأيي تاني ممكن يجي يقولك كده انت بتوع ايها وتتكلميها احنا معند رأيش بنات تقول رأيها وكده ما احترامي ليكوا كلكم في دين في حكم ليو بينك كلمة طب والراجل ما عندوش كلمة وخلي بالاتفاق مع باباها ازاي باباها يكمل في جوازه زي دي يا لو احنا بنقوم البنت او بنحاول نوعيها لو هم مش فاهمين النقطة دي انا ممكن برضو بيقلبوا عليكي فجأة فقاما يقولك تقومي بناتنا علينا عم احنا عايزين المصلحة العم احنا مش عايزين حاجة انتي عارفة بتور بتاريخي كله عدد الحالات اللي قلت الناس تتطلق وعندها اولاد حلقة واحدة في تاريخي في تاريخ عشرين سنة بتكلم لما يمدي ايدو انا فاكرة كويسة قوي يعني فيه كذا حاجة مش بس مدلي اقلت يوديها الباباها ما يمدش ايدو ما يقلش ادبوه ما يعملش اوها بالزبط